روان عمرك اليافع إذا واحد يريد يقارن بين عمرك وما أنجزتي حتى الآن يتوقف شوية شنو سر هالإبداع وهالنشاطات شنو منين جايبها للطاقة كروان؟ أنا ما أشوف أكسر بالموضوع يكفي أولا أن تكون عراقي حتى تفهم معنى الوجع الحقيقي ثانيا يكفي أنه تعيش الواقع المحيط بك لما تطلع من البيت تروح للمدرسة وتشوف كمية النفايات تشوف الحفريات تشوف أنه تاريخك وحضارتك اللي عمرها سبع تالاف سنة ما تتوالم ويالواقع اللي تعيش به نعم إذن روان فيما تقدمي اليوم في حقوق الإنسان تلاحظين أن المرأة في حقوق الإنسان بارزة بالعراق تحديدا أو لا؟ هي بالفترة الأخيرة بدي بيين دور المرأة بدي بيين نشاطها الفعلي والحقيقي لأن سابقا ولزالت لحد الآن أكفت عوائق اجتماعية عادات وتقاليد اجتماعية تغبن المرأة بالكثير من الجوانب لكن هي قررت أن يكون لها صوت آخر صوت عالي يرفض هذه القيود وينجز ما يريد نعم خلينا نتحدث شوي عن الجائزة ولو لا أريد أسبق اللي أنت عاملتي بس خلينا نتكلم عن جائزة الطالب اللي منحتها إليك خارجية الهولندية في حقوق الإنسان أول شيء إحنا اللي نعرف أنه هذه الجوائز تعطى محدودة يعني مو بالمئات يمكن تكون بالعشرات أو حتى بالأحادي الجوز ما تتجاوز عدد أصابع الكفر الواحدة بالسنة أنت شلون تم اختيارك حتى تأخذ هذه الجائزة؟ هو بسنة الـ 2018 اللي حصلوا على الجائزة من كل أنحاء العالم هم خمس أفراد من مختلف الدول نعم أنا العراقية الوحيدة والإمرأة الوحيدة أيضا والنقطة المميزة أنه أنا الفتاة الأولى العراقية اللي تحصل على هذه الجائزة دول سنة إلى ثمانة عشر سنة فأنا أعتبر هذه النقطة مفارقة لطيفة طبعا اللي رشحني للجائزة هم جمعية الأمل العراقية نعم أنا متشنت أدري أنه أنا مترشحة للجائزة الدولية ولا أعرف بالموضوع اتصلت بي السفارة الهولندية الموجودة بالعراق أكثر من مرة تعرفوا على نشاطات اللي أسويها بعدها بنحوني الجائزة على أساس النشاطات اللي قمت بيها خصوصا مشاريع الطفولة اللي سوتها طيب روان أنت استلامك للجائزة كان داخل العراق أم خارج العراق يعني ذهبت إلى هولندا واستلمت الجائزة أو لا هو استلام الجائزة كان داخل العراق في السفارة الهولندية بحضور العديد من منظمات المجتمع الدولي و جهات دولية عديدة لكن بعد استلام الجائزة سافرت لهولندا للمشاركة ببرنامج المؤثرين التقيت بالأربعة اللي استلموا الجائزة هذا عذرا للمقاطعة بس برنامج المؤثرين هل هو نفس مجال الجائزة أم هذا حقوق إنسان وبرنامج مؤثرين؟ لا برنامج المؤثرين هو نفسه تابع لجائزة تيوليب لكن الفكرة منه أنه نحن نلتقي اللي يستمعوا الجائزة نطرح أفكارنا ونتناقش بيها بصورة عامة ونستفاد من تجاربات